تحياتي للجميع موضوع حلقت اليوم شوي غريب بس حبيت صليت تضوع عليه هو عن كيفية تناول حبوب الأدوية بدون صعوبة خلال البلع كلنا بحياتنا سبق وتناولنا أدوية معظم الناس ما عندهم أي مشكلة بس في فئة بتواجه صعوبة خاصة لما يكون شكلها أنبوبة متل ما شايفين بهالنموذج بعرف صديق لما كنت صغير ما كان يستحكم يبلع هالنوع من الحبوب وكل محاول يبلع المي وتضل الحب بتمه لدرجة يضطروا أهله ويقصوا الحب ويستخرجوا المواد اللي فيها حتى يتناولها في أنواع من الحبوب اللي كأنها مصممة لأحصنة ومش لبشر النموذج اللي شايفينه بصيغة مارسة وندية في أنواع حتى ناشفة وخشنة بتجعل بلعها فعلا مشكلة أسهل طريقة لابتلاع حبة الدواء هي وضع الحب في الفم ثم أخذ جرع كبير من المي وخلط الحب مع المي بعدين بلعهم مع بعض من الخطأ محاولة بلع الحب عن ناشف بعدين شرب المي من الخطأ لما ناخذ جرعة المي بلع الحب أولا ثم المي لازم بلع المي مع الحب بلع وحدة هالطريقة بتضمن السهولة والأمان بتمنى تكون حلقة افادتكم للمزيد اضغطوا على الرابط أدنى أو فاتشوا في اليوتيوب تحت إيها بلانت كلمة وحدة ما تنسوا الاشتراك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر